أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية اليوم الاتفاق مع وزارة التجارة الخطوط العريضة لخطة الطوارئ للجمعيات التعاونية واستكمل هذه الخطوات في اجتماعات تنسيقية لاحقة وقالت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الشيخ العدواني إن الاجتماع يهدف إلى الاستعداد والتجهيز لمواجهة أي نقص محتمل في السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين جراء الظروف التي تمر بها المنطقة